أهلا بكم مصالح متعددة دفعت مصر للانضمام إلى تكاتل بريكس وأبرزها تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضلية التي توتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري سواء في جانب جذب استثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام الصدرات فضلا عن توفق الرؤى الاقتصادية للبريكس مع مستهدفات رؤية مصر 2030 تمتلك مصر علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء الأصليين حيث تعمل في مصر نحو 607 و30 شركة روسية حتى سبتمبر عام 2023 يتم العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر من خلال مشروعات في مجالي التجارة والتاقة حيث اعتمدت مصر على التكنولوجيا النووية الروسية في بناء أول محطة النووية المصرية لتوليد التاقة وعلى مستوى التبادل التجاري وصل حجمه خلال عام 2022 نحو 4 مليارات و700 مليون دولار وهناك مفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة المصرية الروسية في منطقة قناة السويس أما العلاقات المصرية الصينية فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 16 مليار و200 مليون دولار عام 2022 ومثلت مصر بموقعها الاستراتيجي نقطة مهمة في مبادرة حزام واحد طريق واحد التي أعلنتها الصين في عام 2013 لإنشاء روابط تجارية اقتصادية بين أسيا وأوروبا وأفريقيا ويعمل الجانبان على توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية في بكين أما الهند فتعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 نحو 6 مليارات دولار وما يميز العلاقات المصرية الهندية أنها تخطط إطار التبادل التجاري نحو رؤى مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب والدعم الفنية وفيما يخص العلاقات المصرية البرازيلية فقد تجاوز حجم التجارة البينية بين البلدين أربعة مليارات دولار خلال عام 2022 هذو كان انضمام مصر لمنطقة التجارة الحورة لدول تجمع الميكسور في مايو 2017 فرصة مثالية لمزيد من تعزيز العلاقات مع البرازيل الشريك التجاري الأكبر لمصر بين أعضاء التجمع وعلى مستوى القارة الإفريقية قامت مصر بجني أولى ثمار الانضمام لمجموعة بريكس بعد إعلان جنوب أفريقيا تفعيل التجارة التفضلية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول بريكس خاصة مع زيادة أعضائه تتمثل في تعزيز علاقات مصر التجارية لتصديل المزيد من منتجاتها للأسواق النشئة الرئيسية وزيادة الاستثمارات الأجنبية الوردة إلى مصر حيث أظهرت بيانات الهيئة العمل الاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التاراكومية لدول بريكس بالنسبة للدول الخمس المؤسسة أو الأعضاء الجدد في مصر بلغت نحو 17 مليار و400 مليون دولار حتى سبتمبر عام 2023 ومع زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لتكاتل بريكس بعد انضمام الأعضاء الجدد إلى 38% من إجمالي الناتج المحلي العالمي المتوقع في عام 2024 خاصة مع انضمام مصر وعدة دول أخرى للمجموعة